لكن السؤال بكل صراحة سمو الأمير التهم تدور حولك في موضوع الفساد هل الأمير الوليد بن طلال فاسد؟ الوليد بن طلال غير فاسد طبعا السؤال اللي يأتي بعد هذا إذا أنت غير فاسد كيف كنت في الرتس؟ طبعا سؤال وجيه لا بد واحد يرد عليه بطبيعة الحال أنت عارف الحكومة السعودية والنائب العام على مباشرة لأن كل من دخل الرتس ليس ترقائي فاسد فهناك من يعني شبهة هناك من يعني تهمة هناك من دخل كشاهد هناك من دخل كإعطاء معلومات عن آخرين وهل مجرى أنا كوليد بن طلال لست فاسد أبدا وأعلنت من وسط الرتس أنا كاد أكوني الشخص الوحيد اللي قبلت وسط الرتس مع رويترز عندما دعمت حملة الفساد في وسط الرتس وقلت أنه نحن يوجد سوء تفاهم وفي مقابلة لاحقة مع بلومبرغ أعلنت بأن هناك تم التفاهم بيني بين دولتي وحكومتي ومليكي وولي عهدي ومقابلة لاحقة أيضا مع فوكس أعلنت نفس الشيء فالويمطان ليس فاسد أبدا ومضوع رتس أعتقد أن أجد الستار الآن في بيان من دول الملكة